من النهار الظل ممكن يكون بطول العمود أو أقل أو أكثر نفترض جدلاً أنه الظل العمود واصل لهم بس يعني هذه المنطقة هي ظل العمود الآن أنا أقدر بالمصطرة ببساطة أجيب المصطر وقيس نفترض من عندنا أعداد بس أنه طول الظل أربعمائة سانتي أرقام من عندي بحب قائد كويس؟ الآن جبت المصطرة التي طولها ثلاثين سانتي ووقفتها بشكل مائل بين العمود والأرض وعيدت نقطة هنا نفترضها كانت عشرين سانتي بسهول بقيسها كانت عشرين سانتي الآن لو وصلت خط وهمي أنا بدأتخيل أنه في خط وهمي واصل طبعا أنا ما رح أوصل رح أوصله بس على الرسم لكنه في الحقيقة ما بقدر أجيب خط زي هيك أنا أصلا لو بقدر أطلع على ظهر العمود ووصل الخيط لا برسل الخيط وبقيسه وخلص صراح أو لا تات لكن أنا بتخيله أنه موجود الآن أنا بقدر أثبت بسهولة أنه المثلثين هذول مالهم متشابهين المثلث الصغير هذو مع المثلث الأصلي الكبير شو ما لهم؟ متشابهين لأنه عندك الزاوية هاي قائمة والزاوية هاي تطابق الزاوية هاي بالتناظر والتوازي إذن المثلثين متشابهين الآن هذي المثلثة طولها قديش؟ ثلاثين أنا هذا ما بلزمني بس لو بدي أطلع هذا الجزء اللي من هون لهون لو بدي أطلعه على ظهر الغوش بأطلعه مش ما بدي يعني خلينا نعتبر طول العمود كله سين العمود كله سين يلا إبلاش نعمل تناسب شو نقول؟ تكون سين على سين بس أبتعفوا إحنا هذا محاجته إحنا محاجته يلا ثلاثين تربيع تسعمية يساوي أربعمية زائد مثلا هاي سموها لام الجزء هات من سميلة زائد لام تربيع إذن خمسمية يساوي لام تربيع إذن لام يساوي جذر الخمسمية اللي هي عشرة جذر خمسة حسب الأعداد اللي أنا حاططها إذن هاي بدل لام خلنا نشطب لام ما بنيةها ونحط مكانها عشرة جذر خمسة يلا خلينا نعمل التناسبات سين عشرة جذر خمسة على سين على سين يعني إلى خط الضلع اللي هو هذا الضلع قسمته على الضلع المناظر إله في المثلث الكبير حلو على سين إذن عشرة جذر خمسة على سين يساوي لا تنسوش إن سين هي طول العمود بساوي عشرين على أربعمية بساوي عشرين على أربعمية أتوقع أنت هذه المسألة بساوي عشرة جذر خمسة ضرب تبادل إنتهي السؤال طلع طول العمود شو كيف التشابه ويحل المشكلة هذا طبعا في الواقع العملي يستخدمونه ليس لهاي أفرت سفينة في البحر ومتع عندك منارة وبدأك تعرف كم السفينة بعيدة عن البحر نغام المدافع نغام المدافع كل الحياة العملية رياضيات تحفظي أنه متشابهين يعني الأضلاع متناظر ومتناسبة هاي يسوف طلع كيف سوينا التناسب في فكرة ثانية له نفس السؤال بقدر أحله بطريقة مختلفة بقدر أفكر فيه بطريقة مختلفة طلع كيف بجيب العمود وهاي الظل تاع العمود وهاي الشمس طالعة هون أنا بس عشان أقول وين الظل يعني اتجاه الظلم هون بس ليش برصب الشمس هنا لأنه دائما الظل بيجي عكس الضو لا اذا ما توقف تقوم بتقوم بتقوم تقوم بتقوم بجيب العمود لأنك هناك وانت وين الظل يأتي الظل بيجي نفترض أن الظل العمود وصل لأي جدلا بغض النظر عن النهار حسب ساعة النهار الآن يا جماعة لو جمعنا المسطرة دعنا نزل هذا الجزء التي لا تريد نيا لو جمعنا المسطرة والمسطرة ينبقناها هنا انطرف الظل ظل المصدر وين بيبين خلينا اللونه بأحمر هذا ظل المصدر تمام الآن لو مسكت المصدر وصرت أرجع فيها أرجع فيها لورا ظلها شو بصير فيه برجع معاها بدخل مع ظل العمود معاينتو مرة ذالي ماسك المصدر بهاي الطريقة وشو قاعد بسو فيها أنا برجع فيها لورا بقدر أرجع فيها لحد ما أصل لوين طرف ظل المصدر مع طرف ظل العمود يعني لمحد لحظة ما يختفي ظل المصدر مش أنا بمسك المصدر هيك قلها ظل أمامها ظلك ارجع فيه لحد ما يختفي أول لحظة بيختفي فيها ظل المصدر معناته المصدر راح تصير فيه مكان ما هون نفترض إذن ظل المصدر صار يمركب على ظل العمود صار في هذا المكان إذن هذا الجزء كله ما بالنية خلص انتهينا منه الآن خلينا نوصل خلينا نوصل بين الخطين هذو وهذا هو وهمي هذا خط وهمي مش موجود الآن بقدر أتبت بسهولة إن المثلثين متشابهين صارت زاوية مشتركة في زاوية قائمة لأن المصدر أنا موقفها عمودية على الأرض لأن المصدر أنا موقفها عمودية على الأرض بالضبط وهذه مشتركة إذن المثلثين الكبير والصغير شمالهم خلينا نستريك صورة مختلفة الآن لو جئت طلعت عليها طول المصدر ثلاثين سانتي عارفوا وطول الظلها نفترض أنه عشرين سانتي ونفترض أنه هنا طول الظل أربعمائة سانتي فرضا يعني بقدر أقيسه لأنه على الأرض كله بقيسه وهذا اسمه سين رد أعمل التشابه وطلع نفس الجوة وصلت صعبها يعني الثنتين كويسات الثنتين كويسات لكن أنت هنا في حركة عملية عملناها أنه أنا وين أحط المصدر كيف يدركب مثلثين متشابهين هنا كانت المشكلة هي كانت المشكلة أو اللغز في السؤال أنه أنا كيف بدي أكون المثلثين المتشابهين لو قدرت تكونهم انتهت حسنا الاختصار التلخيص مسائل التشابه بدون استثناء مسائل التشابه بدون استثناء هي شكل من شكلين يا إما هذا المنظر شايفينه هذا المنظر يعني زي اللي قبل شهر سنته يا إما هذا المنظر متوازية طبعا لازم يكونوا هؤلاء المتوازية مش شكل تكونوا بالنصة أنا ما أجيب تصيرت النص أه بقول متوازية يعني ممكن يكون هيك شايفين يقول لي أن الخط هذا جاي بالنص مش بالضرورة مسائل التشابه لما تشوفوا منظر مثل هذا المنظر أو مثل هذا المنظر يعرف إن السؤال بنحل على التشابه وببساطة أنت مغمض أول شيء إزمة التشابه عن طريق الزوايا ثم استخدم التناسب لحساب الأضلاع المفقودة وممكن ندخل في الغرس معه لما تجي مثلا نطلع A-E A-E بده في الغرس وشو بتقريب المسالة؟ مجرد حسابات يعني لو بنطلع A-E هولا كيف بنطلعه يلا خلينا ننحل هذه المسالة نطلع كل القياسات اللي بنقدر نطلعها 1.99 تربية زائد زائد 2.14% تربية نفترض حسبناها بطلع معي A-E واتفا بطلع عدد تقسيم يساوي 1.99 تقسيم سين من سين وهو طول الطلع الضرب ضرب تبادر ونحل المسال أنا متعمد تلاحط كسور أنا متعمد تلاحط كسور بطلع الآن ننتقل على نقطة جديدة نقطة جديدة الآن لو طلبت منكم أرسم مثلثا أطوال نضع إصداد 5 6 7 باستخدام الفجار والمسطر كيف نشغل؟ نرسم واحد لكم بالأول وكل هم هم أطوال واحد نارسم واحد نأتي بأطوال واحد نضع المستره و نرنى بسرعة و معينه نضع ألف باب كان صحيح فل يجب من المستره كما يجب من المستره مثلا نضع الألف باب هذه هي 7 سنتي هذه هي 6 سنتي هذه 5 سنتي الآن نضع الفلجار و نفتح 5 سمياً و نفتح 5 سمياً و ننقص نزل الفلجار Paragat نقوم بعمل 5 سنتينة ثم نغير فتحة الفلجار نضع من تحت نضع عند ألف نضع عند ألف وشو بنعمل الفتحة هون ستة ستة نحن سونا ستة نحن سونا خمسة نعم ستة نعم ستة نعم 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 ستة ما نقوم بكة نقوم بكة نقوم بكة و يجب أن يتقاطع عندما يتقاطع الخطين نقوم بكة لأن هذا ليس قيوس 7 فكرة فكرة إن أمني فتح بوس أن